بعض الأزواج اللي فاكرين إنهم لازم يعيشوا دور المدير في البيت هم بيفسدوا حياتهم الزوجية لكن ده وانا شفت ناس كتير بيعملوا كده إنه هو بيتحول إلى مدير وبتتحول زوجته إلى مرؤوسة وعليها إن هي ما تكسرش الكلام وعليها إن هي تنفس ده ده ما عندوش مهارة القيادة الزوجية ده بيعمل نتيجة عكسية فالزوجة بتحس إن هي عايشة مع حد غريب عنها أقول لكم الكلام بالفعل بيحصل ومش قادرة إيه اللي حاصل ومش قادرة إن هي تتآلف معه وبتحس إن في مسافة بينها وبينه فهل واحد يحب إن يدخل البيت فالكل اللي في البيت يخافوا منه ولا يبقى سبب سعادة لأهل بيته والزوجته والأولاده تحب لما ترجع البيت يجروا عليك ولا يجروا منك هي دي بقى مهارة القيادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السيدة فاطمة تدخل عليه كان يقبلها بين عينيها لشدة حبه صلى الله عليه وسلم ليها وفرحته برؤيته مهارة القيادة معناها القدرة على التوجيه والإدارة وإدارة العلاقة ومش إدارة العلاقة يعني العلاقة تبقى بتاعدك لكن إدارة العلاقة بشكل فعال وصحي وكمان فتح أبواب جديدة وطرق جديدة عشان نقدر نوصل للسعادة ونقدر نوصل كمان إلى تحقيق مهارة القيادة الزوجية عندنا خطوات نقدر نعملها عشان نقدر نحقق مهارة القيادة الزوجية أول حاجة التواصل الجيد مهارة التواصل الفعال مهارة أساسية للقيادة الزوجية والمهارات دي زي أنك تسمع شريك حياتك بعناية وتعبره عن مشاهرك واحتياجاتك بوضوحه باحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فاهم احتياجات السيدة عائشة وكان بيقول لها إني لا أعلم متى تكون عني رضية ومتى تكون عني صاخط ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيعبر بشكل واضح وبيسمع بشكل واضح كلام السيدة عائشة يسمع من 11 قصة بعناية ويتدخل في وقت يبن أوي 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 إنه سمعها بتركيز شديد يقول فيجي في القصة المهمة يقول لها كنت لكي كأبي زرع لأم زرع فالتواصل مهم جدا تاني حاجة التفهم والتحليل لازم نتفهم احتياجات شريك حياتنا ومشاعره وتوقعاته ونحاول نتعرف هو حاسس بإيه ومحتاج مننا إيه ومتوقع مننا إيه لنقدمه له فنحلل الوضع اللي هو فيه والمشكلة اللي بيمر بيها بشكل موضوعي من غير ما نعمل أي نوع من أنواع حالة من حالات إن احنا نحسسه إن فيه مشاعر سلبية حصلت له ما ننجرفش وراء المشاعر السلبية يعني نحلل بشكل متزن رقم ثلاثة في المهارة دي تطوير مهارات حل المشكلات اللي بنشترك فيها في حل المشكلات ولازم إحنا نتعلم إن جزء من النضوج إن إحنا نتعلم إزاي نواجه مشكلاتنا وإزاي نحللها وإزاي نتعامل مع التحديات ونحلل المشكلات بشكل سليم فمثلا نقترح الحلول ونجربها مع شريك حياتنا ونشوف قد إيه الحلول دي ممكن تكون نهجحة ومتطورة شوف مشكلة زي غيرة ما بين الستات أو الغيرة ما بين الأم والزوجة مثلا هتلاقي طريقة رسول الله سلم لما غارت السيدة عائشة تعامل مع رسول الله بحكمة وخلاص علمها الدرس إن الغيرة لا يمكن توصل بشكل من الأشكال إلى ضرر حد فإذا حد تسبب في ضرر الضرر يزال فرح واخد صفحة بتاعتها وإداها للسيدة حفصة لإن الضرر يزال فنتعامل بشكل صحيح في التعامل مع المشكلات رابع حاجة إن إحنا نعزز التفاهم والمرونة بيننا يعني القائد دايما بيعزز التفاهم في وقت وقت الاختلاف ويخلي التفاهم مع شريك الحياة بيوصل إلى منطقة فيها مليئة بالاشتراك ومليئة بالمرونة وهي ديت أنا بحب مفهوم المعايشة أكتر من مفهوم المرونة لأنه مفهوم متطور وساعتها بنحترم وجهات نظر بعض مهما كنا بنختلف وإن اللي حاصل ونحاول نبحث مع بعض على حلول مشتركة بتلبح احتياجاتنا حلال اتنين واللي مش هيتعلم النهاردة ممكن يتعلم إزاي عن نعمل ده بكرة وبلاش نحكم على بعض إن الحياة أو المشكلة دي ملعاش حل لأ واحدة واحدة بنمشي في الاتجاه ده ويبقى البيت محتاج مننا إن النفس يكون طويل رقم خمسة إن إحنا نبني الثقة والاحترام فنعزز الثقة والاحترام بيننا وكل ما الواحد كان بيعزز ثقة في شريك حياته وكل ما كان قادر على القيادة فجزء من القيادة إنك تحترم الآخرين وتقدرهم وكل ما تعمل ده وجزء من ده جداً جداً بانصح الرجالة في الإطار ده إن انت تلتزم بالوعود وتتصرف بنزاهة واحترام مع الآخرين رقم ستة إنك تهتم بالعلاقة الخاصة صحيح ده مهم جداً جداً لإن الأشياء اللي بتجري بالمتعة شيء مهم جداً في الحياة الزوجية الرعاية والاهتمام بهذا بالعلاقة الخاصة ممكن يبقى جزء من القيادة الزوجية وما فيش مشكلة خالص من إنك انت تتكلم مع شريك حياتك بشكل واضح وصريح عن احتياجاتك وتوقعاتك في هذه المسألة وهو هتقول إن كلام ده ما يصحش وبيقلل وبيخلي الزوجة في منطقة محرجة وده الأسف يعني إذا الناس ما تمتش بده إيه اللي حاصل؟ بتخلي الناس تحس إن هي بتفقد جزء من شغفها في الحياة الزوجية وما إنه إن ربنا سبحانه وتعالى حلل هذا الأمر وكمان أساب عليه فما ينفعش إن احنا نحوله إلى شيء يستحمل ولذلك لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعه في حرام أكان عليه فيها وز قالوا بلى قالك فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له فيها أجر يبا احنا لازم نفكر في له ترجمة نانسي قنقر